سهلا واحد المسألة اللي بريد نتذكر عليها اليوم وعلى غرارها يعني ديال اه اتفاقية ما بين الخطوط الملكية المغربية اه والجامعة ديال كورة القدم بين الرباط يعني هاد اه اتفاقية غدي تنص على اه تنقيل او ترحيل يعني شباب او مشجعين القطر باش يشجعوا الفريق الوطني المغربي في اقصائية كأس العالم بذيان نحن نشجع ونحبيذ هاد هاد البذيراء ولكن لكين يعني هاد الخطوط الملكية المغربية كتشتغل مع مغاربة العالم يعني اه طلت سنة ثم يعني في الصيف اه مغاربة العالم كيمشي وشجعوا الفريق ديالهم اللي هو المغرب وكل هوا يشجعوا بطريقته شيب الاستثمار شيب صلة الرحيم شيب اه بشي حاجة في استثمرها في ظاهره او اللي في شي حاجة ديال الحفلات العراس الى اخيره ولكن فيها استثمر لان مغاربة العالم كيمشيوا في طيارة ثم من يكونوا في المغرب كي يعني كينفقوا دك الشي اللي اللي لموه على براء في العالم يعني ببلد الايقامة كي يجيوا للبلاد باش يفرحوا به ويديروه يعني هاد مغاربة العالم في نظرية ناراهم كل صف كيلعبوا كأس العالم يعني وكيفاش ما فكرتش الخطوط الملكية المغربية باش ديالهم هاد تخفيض لدائراته مثلا في كرة القدم مزيان احنا نقوله مزيان يكون هاد تخفيض في كرة القدم ويمشيوا المغاربة باش يشجعوا الفريق الوطني والمنتخب الوطني في قطار ولكن علاش ما تشجعش كذلك مغاربة العالم كل صف باعتمينة منخفضة مش يتبقى تحلبهم يعني كل الصف كتحلبهم هذا هذا واقع هذا كين يعني لحد الان المغاربة كيتسألوا بالمقارنة مع شركات اخرى فالخطوط الاعتمينة ديالها يعني يراها غير مقبولة في الصف يعني خيالية بعض الاحيان يعني واش هاد الخطوط ما كتفكرش بلي هاد المغاربة زعمة اللي العم كامل هما كيش يشجعوا الفريق الوطني اللي هو المغرب في المغرب ما تدلهمش يعني اتمينة مناسبة باش تتخفف من لعب ديالهم لان الاوضاع ثم مع كورونا شفنا في وقت كورونا وكانت الامور ماشي هي هديك يعني اه واش هاد الخطوط كتفكرش فيها الناس لي فكروا ولا ما كينش هاد شي اللي كانت سأل لنا واش فيها الناس اللي كيفكروا وكيبغيين يتعاملوا ماشي بطريقة ديال البقرة الحلوب يعني هاد مغاربة العالم اشحط را عندهم الفلوس هذيك العقلية قديمة قديمة يخصنا نبدلوا العقليات من ديروا استثمار اخر في بنذم ونديروا استثمار في العلاقات في الحب ديال ديال الناس فراحنا عارفين شركة خصوصها تخدم وتربح اياه ولكن ماشي طريقة اللي لكينة الان فهناك شركات اخرى عليش دك الشركات ماذي راج دك الاتمينة ديال ديال الغول الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة